ابتهال صاحبة الأربعة عشر ربيعاً تلميذة استطاعت أن تتحدى مرض السيلياك بتحضيرها لأطباق خالية من الكلوتين لوحدها حتى أنها خصت صفحة لها على الفيسبوك لتفيد بها مرض السيلياك مثلها عائلة ابتهال هي الأخرى لم تبخل على ابنتها في تحضير طباق عائلة يومية خاصة بمرضها فأمها اليوم تنشد السلطات المسؤولة والمؤسسات الطربوية بضرورة التفكير في هذه الفئة يرى الفئة مرض السيلياك في المدارس فيما يخص المطعم لا يوجد أشياء في المطاعم حتى للجميع في المرض السيلياك يعانوا ابتهال تحدث المرض بإرادتها وعظيمتها ومساعدة أهلها لها وهي تسعى اليوم لإفادة أقرانها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكلها عظيمة وتحدي للمرض ترجمة نانسي قنقر